أيها إنه جيدًا جيدًا أنا كتيرًا مسرور إنه إحكي عن محمد شطح بتعرف إنه في ناس تلتق فيهم بالحياة وبتعمل إنتو إياهن يعني واجبات معينة أو شغلة معين أوكي وبعدين يعني بيمرؤوا هيك عادة في ناس تلتق فيهم في ناس تلتق فيهم يمكن حتى مش كتير كتير بس بيعلقوا بيذكرتك وبيزهنك بيوجدينك بيعلقوا بشكل عميق ما بتعد تنسيه يعني مع الوقت محمد شطح كان من هالناس هودي اللي أنا شخصياً تعرفت عليها طعف إذا اشتغرفت عناس مش كل الناس يعني بيعلقوا بزهنة بنفس الطريقة لأ علق بزهنة بشكل كتير كتير كبير أوكي وبعضوا علقين بزهنة إلى هلأ هلأ بتقلي ليش يعني اللي أول وأهلي فيش كتير واحد ما في فسرة ما عندها تفسير منطقي بس بتكون هي هيك على أرض الوقع هلأ أنا بفضل إحكيم عن محمد شطح الانطباع العامي اللي بعده مكون عندي أكتر ما أنه روح على مراحل تاريخية لأنه بكل صراحة مش حفظها كمراحل تاريخية يعني إذا بتسألني هلأ أيمتها أول مرة تعرفت اللي ألا فيها على محمد شطح صعبة تذكر أيمتها لا لأنه كنت كنت التقي فيه مراراً وتكراراً بمناسبات عديدة بمناسبات مختلفة بأماكن مختلفة بس كله بإطار رئيس سعد الحريري وطيار المستقبل 14 أدار كله بهالإطار هيدا بس الانطباع العام اللي عندي هيه انطباع عام واحد قبل ما كفى بدي أقول لك شغلة صغيرة أنا في عندي خيمة صغيرة بالصيفية بقعد أوقات تحت منها ما عادت أنا وأي شخص من كل بتعاطى معهم أو يجول عندي على الاجتماع ولا أي شخص عادت أنا وأي تحت على الخيمة إلا محمد شطح هلأ بتقلي ليه ما عندي تفسير محدد يمكن لأنه هلأ قد كنت حس بي بقرب شخصي منه هلأ قد كنت حس بي معه هلأ قد كنت حس مرتاح أنا وياه بس صراحة كنت يعني هاي الخيمة بقعد تحت منها وقت اللي بدي تفكر بيني وبين نفسي أو تفكر بشي موضوع هلأ قد كان وجوده وظله خفيف علي إنه الوحيد من بين كل الناس بعرفون اللي عدت أنا وياه تحت هالخيمة هلأ اللي بقدر إليك إيه عن محمد شطح أه طبعا شخصية فريدة مش إنه فيك تلاقي منه ثلاثة أربعة خمسة هلأ بذات الوقت عنده طابع استاذ جامعي وبذات الوقت وبذات الوقت كتير عملي يعني أكاديميك هو من جهة بس من جهة تاني بري براكتيكال مش أكاديميك ومعلق بالهوى ومعلق بالنظريات اللي بيعرفها لا أكاديميك وبذات الوقت عملي أكيد كان أربعة عشر أدارة شو بدي أقلك يعني أكتر من أربعة عشر أدار كان بيأمن بمبادئ أربعة عشر أدار يعني بيأمن فيهم بكل عمق مش إنه هايك شعارات بيرددها أو ظرف سياسي معي مفرض عليها هايك أو علاقة شخصية فرضت عليها هايك لأ يعني هو بتحسهم كان بيجوارح وكان يعيش يعني كل قضية أربعة عشر أدار بس تطلع فيه إذا بدك بحكي أنت باعي أنا بس طلعت فيه بتشوفه رجل هادي وكان رجل تفكير يعني بيأخد وبيعطيه بيفكر طبعا very cultivated مسقف كتير وبيستشهد بوقائع وبيستشهد بالتاريخ وبيستشهد بدراسات ومنحة طبعه كان علمي هلا برغم من كل الأكاديمية طبعه هوقات كتير كتير عملي بعدين كان كتير كتير يعني كان يجي يقولك مع سعد الحريطة يجي يقولك لازم نعمل هالشغلة باعتني الشيخ سعد مش انت انتبه سمير يمكن بالمنطق النظري تشوفها مش مزبوطة انا كمان شايفها مش مزبوطة بس انه لضرورات عملية وله اهداف 14 أدلار وبالاخص تنحافظ على وحدة 14 أدلار لازم نعمل هايك يعني كان يحكي حرية رأيه يعني مش كان هايك مشين بتعيد كلام الناس تانين لا مثلا من الناس الليل من اللي بعرفون يلي اشتغلوا بنفس الوقت مع سعد الحريري ومع فوقات سان يورا كان يشتغل مع كل الناس بدون ما اي حدا عنده اي حساسية لا لانه كان صادق كان مباشر وكان شفاف وبالتالي انه ما كان يخبي شي واحدة من الامور المهمة يلي كتير ساعدته بشغله انه ما كان بده شي يعني حتى وقت اتعين وزير انا شبهه اكيد انه مش هو طلب ان يتعين وزير يعني شبهه اكيد انه موجود معه كنت بنفس القوضة بس انه بعتد مش هو طلب يتعين وزير مش هاي المنحة تبعه بتعرف كيف يعني انا بشوفه هيك اذا بتسألني عن انطباعه وعنه بس كأنه الرجال هيك بحب يضل عيش على واق يعني ما بده وجعت راس ومش انه الرجال بيطمح على انه يكون هيك بمواقع حساسة وكل يوم عم بيعالج مشاكل لا 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 كان برأيه بحب هيك العيش بهدوء اكتر من اي شيء اخر بس حد هاي دي كان ملتزم لاخر الدرجة وبالطالة بتأديري حتى وقت اتعين وزير يعني اجا سعد الحريري او فؤاد السينورة او هوم افر يعني اجا وقال له انه عايزينا تكون وزير مالية قاله اوكي اكيد ما قاله لا بس اكيد مش هو طلبة باتئد لحد كل انطباعي عنه فا اذا ما كان طالب شيء ما كان ينفس حدا عشي ما كان يحكي على حدا بالسيء ولا شيء يعني بس اذا بتسأله رأيه كان يعطيك رأيه بشكل موضوعي بس مش انه نميمي هو بيؤدك بيحكي عنه لا ابدا ابدا اول شيء بالنسب اللي كان صديق يعني تعرف ممكن تتعاطى انت معناش بالسياسة بس انه ما يكونوا اصدقاء مضطر تتعاطى انتو ايهون وتتعاطى انتو ايهون بكل صدق بكل كذا بس بذات الوقت ما بينشاء ما بيربى فرينشيب انتو ايهون ما بيربى صداء انتو ايهون لا محمد شاطح كان صديق مع انه حزب القويت حزب هو كان بتيال مستقبل تيار اخات كان تحسو كتير قريب واتفق انا وياه هايك بالطبع وبالاخلاق وبالمقاربة الاشياء حتى وقت كان هو مضطر يتبنى موقف معايا لانه بتيال مستقبل ونحنا كقويت كانوا عندنا موقف اخر ما يبعد هشي بيناتنا ابدا لان انا افهم موقفه هو يفهم موقفي تماما كان كتير هاكي بمقاربة الاشياء وبذات الوقت كتير عملي يعني مش مش ريجد او مش توتاليتاريان اكيد لا او مش قصدي اوتوليتاريان لا 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 أبداً كان مثل كيف الهواء هاي كيف يمرق وما كان كيف ما كان هاي كان محمد يمرق وما كان كيف ما كان وبذات الوقت عنده هوية واضحة المعالم مش إنه على حساب هويته أو عنعاته سياسية لا بس أسلوبه مقاربته للإشياء كان بتسمح له يقول كل أراءه قد ما كانت بعكس أراءك بدون ما أنت تحس حالك أو أنك متضيق أو أنه شي تاني قد ما كانت المقاربة طبعاً والإشياء وديية أو بمحبة يعني بدون أي حد بدون أي حدية مش إنه كان عنا نفس النظر للبنان كان عنا أنا وهو نفس النظر للبنان مع مئات ألاف الأشخاص الثانين خصوصاً من يلي كنا نلتق فيهم بـ 14 أدار بس المشابهة الكبيرة الشبهة الكبيرة يلي بيني وبين محمد كانت هايك الرواء اللي بدك والرفلكسي way of looking at things يعني عمهل أوكي بكل منطق انطلاقاً من المعطيات معينة without rigidity أوكي وبدون تشبص بالأراء يعني هاي اللي كانت هاي اللي كانت مش إنه هكي يعني أنا بقي كنا نتشبه بهالجانب هيدا يلي جانب كاركتيري يلي أكتر منه جانب العلاقة بالنظرة السياسية أو بالأراء السياسية أطباع من هالناحية متشبه مع بعضاً أنا كتير بحب الأشخاص يلي بقدر أخذوا وأعطي أنا وياهن بدون حدود بغض النظر عن موقعهم يعني مدرور يكونوا قوات بيفكروا مثل ومثلهم لا يا ما في قواتيين بيفكروا مثل ومثلهم رميماً بس إنه ما بيرتاح أنا وياهم بالتفكير مثل ما كنت مع محمد يلي كان بحزب تاني ما هيك بس لا طريقة مقاربتهم للأشياء وطريقة تفكيروا للأشياء للوصول لنتيجة معينة كتير بتشبه نفس الشي اللي أنا بعمله فمشان هيك كنا نرتاح ولو طلعنا بعض الوقات مش متفقين على نفس الموقف يمكن بس كان عنا نفس المقاربة the same approach للأشياء وبنفس الطريقة وبنفس الترانسبرانسي وبدون وبدون بريكون سيبت ايدياز وبدون مصالح صغيرة هاو الأشياء اللي كانت تجمعني أكتر شي أنا ومحمد فمشان هيك كنت تحس هالقرب معه مع أنه كنا بموقعين الموقعين مش نفس الموقعين مش نفس الموقع مختلفة دون نفس الخط السياسي Can you describe his role in March 14 in a way that makes sense to you? Was he a diplomat? Was he a problem solver? Was he a communicator between parties? How would you describe his particular role? All the above كان أو أشي كان مفكر مش كتار اللي أعطينا النعمة أنه يفكروا بالإشياء أعاف تكتير منكم وعدكم متحمس كتير ومع قضيتها كتير بس مش مما كان في فكر لك فيها متل ما لازم يعني تشريحها هيك ويفسرها بشكل مفهوم ومقبول فإذا كان مفكر كومنوكاتر أكيد كومنوكاتر أنت لعب من طبعه عاد ما كان طبعه هادي وعنده صقافة وبالتالي بيقدر يوصل لكل الفكرة هلا مودريتر وذين مارش فورتينت على الأخير يعني عطول بس يحس في شي عم بيزيزق بتاع في شي عم بيزيزق يعني في شي مش ماشي حاله داخل أطراف 14 أدار كان يروح من هون لهون من هون لهون ويجربي يعني يلطف الأجواء ويرتب الأمور مش انت تدار 14 أدار 14 أدار كانت كتير غالية بالنسبة له 14 أدار أشعرهم وإن أن هذا الناس من العمي تدار 14 أدار 14 أدار 4 أدار 14 أدار 14 أدار 14 أدار 14 أدار 14 أحيان ما تحى أنه كان يأمل جفافت من الإمكان والجنفين للجنفين من أجل أحاول أن يتربى وقد وضعت في رخصتها من علم الجوار مناسبة لأكل لدي ولكن كان عبودة صحيفة من الناس أن لا يستطيع أن تذهب أن تحب أن أرد طبعا إذاً، هل تشعر أنه لدي أي أشياء مختلفة التي يمكن أن ترى إلى أن تقول هذا هو شكرا له؟ أبداً، كانت مقابلًا لمرارس 14. أبداً، أو أبداً، كانت مقابلًا للمشاركة لمرارس 14. برأيي نجح بمرارات عديدة حتى داخل طيار المستقبل يعني كمان لعب أدوار عالطول دوره بيرتب الأمور دور اللي بيجمع الناس، إن كان داخل طيار المستقبل ولا داخل 14 أدار، أوكي؟ تا يقدر يلعب هالدور كان بدي يكون متجرد تماماً ما عنده هو أي مصلحة شخصية وهيك كان مشان هكي كان يقدر يلعب هالدور بد يكون هو طبعه مسالم ومحب يعني هو طبعه مسالم ومحب مشان هكي كان يقدر يلعب هايك الأدوار دي دهي أشيب ما قادر اللعب، ما قادر عمل كل شي حبب يعمله بس إنه عمل كل شي فيه بيقدر يعمله بيقدر يعمله حتى وقت الاشياء هكي مستحيل من النظر ما كان يقاس ولا كان يحط الحق احده بالوقت اللي كان يكون الحق احده كان عطول انه يكفي من مطرح بتوصل الامور وست لهون منكفي من اون وطالع in a positive way وست لهونيك منكفي من اونيك وطالع وست له مطرح ابعد منكفي من اونيك وطالع كان يعني اذا بدك كانت طبعه كي بدألك أقرب لطبع هايكي راهب قاعد بداير مما لطبع سياسي بطريقة نظرة الأمور نهاية المثاة إذن تجد أن تجعله المهم وإتمامه للهجبين للأمور. هذا ليس مهضرًا. نعم. كان يلعب هالأدوار وكان أوي فيها. أوي أوي فيها. مطرح اللي بدأت دبلوماسي من هالنوع هو. كان الكثير أوي. لأنه بيعرف الكلمات أوي بالعربي أوي بالانجليزي. بيعرف الأطراف المعنية. بيعرف شو بيقطع مع هيدا شوان بيقطع مع هيدا. يشير كلمة. يحط كلمة إيه. كان جميل جداً في هذا المجال أنه كان قوي بهذه المجالات وبالتالي ما بيستبعد ما بيستغرب اللي قاله جيفري فلتبنت للأسف أنا ما قدرت شفته بأدوار مثل هايدي لأنه ما كنت كون بالسراية أوكي أنا كنت شوفه بالأدوار يلي كيين لعبه معي كيين يشترله معي بس ما عندي شك لحظة أنه وجه كتير كتير مقبول ومحبب دبلوماسياً ما عندي شك لحظة أنه كان يقدر يأثر على الأطراف الخارجية يلي كان يكلف أن يشتغل فيها هذا قداش كان تأثيره على رسم السياسات الخارجية طبع 14 أدار هم ما بعرف بس بعتد أنا أنه مش تأثير كبير لأنه بعرف أراءه هو بالإشياء وكيف لازم تروح للإشياء وكيف بعض الأوقات كيف كان تروح إشياء يعني بس نحكي بالأمور غير الشغل يلي مكلف فيه ومعي غير الشغل اللي نحن بقى نعمله نحن نصير نحكي كيف لازم تكون هاي كيف لازم تكون هاي يعني أراءه كانت مش بعيدة أبداً عن أرائه بس كان عطول يلاقي المبرر والحجاج للآخرين إنه ليش أخدو هالموقف يعني كتير كان همه إنه ضل 14 دار 14 دار بس كيف تفعله بس كيف تفعله في جميع عادة قلية وكيف تفعله يمكنك إشياء وذلك تفعله في جميع العام أفعل The photos I have of him are here. And this is I think days before his assassination. This is literally walking in the garden outside. Yes, and it's winter, and he seems at peace. And this is a few days before he is killed. The last thing he's pushing for, is something you believe in fundamentally. It's the neutralization of this country, it's neutrality. He was very focal about this issue. مرحباً مرحباً بأنه في سبيل المعارضة ويظهر في عام 2014 لا يزال إلى أن يجب أن يجب أن يكون هذا المقرأ إذا كنت ترى الآن فيه سبيل المجتمع إذا كانت تقلقاً بأنه أن يعتبر أنه لبنان سبباً من المقرأة لأنه سبباً لأنه مددى بأنه مجتمع هذا هو هو سبيل المجتمع وذلك كانت تقلقاً بأنه لم يكن أحد يحدث هل هذا كيف ستظهر علىه اليوم؟ يعني ولا يوم من الايام شفته قبل 14 دار او بعد 14 دار انه اخدته موجه عاليمين او اخدته موجه عالشمال يعني المنطق طبعه كله وكأنه تكوينه جيناتكلي لابدك هيوازق الريل ليبنيز يعني ريل مش انه لانه غتيل رفيق الحريري ولانه صار فيها الموجة الكبيرة اللي اسمه لبنان اولا و14 دار انه هو صار هاك لا لا مش كأنه هو عطول هاك يعني وكأنه خلق هو هاك يعني بالنسبة له العالم كله بيبلش بيبلش عالم كله من بيروت وبينتي العالم عند القاعة يعني على الحدود اللبنانية السورية وكأنه هيك يعني فمن هالناحية ما بيستبعد ابدا وطبعا سامعوا بعض المرات عم بيحكي عن حيات لبنان يعني هادي صارت هاكي كومبوننت صغير من طريقة التكوينه وطريقة نزله للبنان بالنسبة له يعني ما فيش اشياء يعني ابعد او اقرب ها هي كان لسه كان يؤمن فيها بعمقه كله وكل شغله كان من هالمنطلق هلا قديش قدر اعمل ما قديش قدر اعمل هادي راجع على الظروف ككله وراجع على الموقع اللي كان هو فيه وراجعه وراجع على لمجموعة الظروف عالاكيد يوز فيري بيري لويل هي عالاكيد اوكي يعني بغض النظر عن اناعيته يوز فيري لويل للمطرح يلي هو موجود فيه هلا بيقلك انا اناعاتي هيك بس انا هلا عم بشغل هون ولا هون ولا هون وبالتالي بدي اعمل شغل هون ولا هون ولا هون كان عنده كتير كتير صفات مليحة يعني قد ما اتذكر منها بدل نقص اشياء hearing you referring to bsharri you're the only person i've spoken to who nailed it you're right his best memories of his childhood are in a bsharri oh really he spent every summer of his youth in a bsharri really i didn't know every summer they had a home in a bsharri and it came to my mind you know just like that yeah i i'd never thought about this something between tripoli and a bsharri can create him a coastal cosmopolitan lebanese who loved the mountains as much as his home and it's a unique way of looking at the country the last thing he tried to do is something that the family leaked to the press he was trying to communicate with the iranian regime and it didn't succeed but he was looking at a way to look over the problem and try to talk diplomacy in your mind is that something that we left off from something that maybe we did not build enough from the way he was trying to look beyond local issues is there anything there that maybe he left us almost a template of what needs to be done is there anything there that you would agree with because of the way everyone has there is a way to do it we have 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 to do it يتواصل مع كل الناس بدون ما التواصل يأثر عليه بشيها أناعاته أناعاته بس يعني حتى لو حدا عنده أناعات 180 degrees contrary to his كان يتواصل معه ويجرب معه في بعض الناس هاك محمد من القلال يلي هاك كان يجرب بس أنا إذا بتقلي تواصل مع النظام الإيراني بقل لك الله يبعت لا يعني النظام الإيراني قيم على مجموعة مبادئ يعني واضح كيف مساره ولا ممكن تغير له مساره أنه هو قيم على هالمبادئ هايدي وبالتالي ما بدايع وقت أنا اتواصل في تريد لأنه قيم على هالمجموعة مبادئ ما أنه نظام براغماتيكي بالنسبة لمحمد ما فيه قيم ولا مش قيم بيحب يتواصل مع كل الناس بيحب يخلي ويندوز مفلوحة مع كل الناس لعله وعسن هلا هو ما هو حق بالدوري اللي كان عنده يعمل هاي وأنا معي حق بنظرتي للأمور بس إذا كله ما كان يفسد بالبطء قضيح فإيه بالفعل هايدي كانت نظرته يعني بعض أوقات عارف أنه كان يروح تشوف أخصام لأربة عشر دار يقول لي بركي نجرب يعني ميشوف ما فيشي إلا ما هو ممكن يعطي نتيجة بنهاية المطاف عطول كان كتير يأمن بالتواصل أنت بتسميها ديبلوماسي هي أبعد من ديبلوماسي ايه هي التواصل هيك والحكي مع الآخر والله كتير منيح خلال سنة أنت تتحفل كبير تجمع في خلال البنة تحديون قد يديمه بالنسبة لعنده ومشتون كثيرا وجدت الكثير من رائع لكما تستشفلهم يجب من أحدك المقبل في خلال البنة ليست موجود في خلال البنة لا يجب أن أبداً منتق đến إلاك هاي من أحدك يشبك في خلال البنة الفقديمة عظاية لمن الهتمام لا اكتوب للش母 اèresorn اشترك أصبحت 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 محمد في أحد أصبحته لا تظهر في أحد أصبحته تعرفين المواقبات الأصبحت المعارضة يكون بعض الأصبحته لكن أيضًا يكون أصبحت محمد في كبير مواقباته كان عملي كان أكاديميك مزبوط بس كان عملي هلا أكاديميك بيكونوا محصورين بمحصورين بالأكاديمية تابعون بالفيل تابعون ما بيطلع براته عمد كيف يعني شوي هيك أكيوت بأهولة يعني كان عطول عطول كان منفتح على كل نظرية أخرى حتى بالأكاديمية بالإضافة إلى طبعه العملي وعليقات العملية اللي حدا بيشبهه هيك ما هو؟ لا، ما ملتقل بحده بعض الأكاديميين مثل ما قلت لك ممكن يشبهه ببعض النواحي هاك من ناحية التفكير بالإشياء بس بمجالات أدئة بكتير وأزغر بكتير لا، فرانكلي لا، 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 ما لقيت أنه من بعض محمد حدا قدر لعب ولأنه جزء من الدوري اللي كان عم بيلعبه لا، لا، صراحة من ناحية Called細ه كسيد محمد لم يكن هناك كسيد محمد حتى الآن لن نعرف إلى 50 عام لكن لن نفع ذلك أنه كان أبعد في هذهاته كان أبعد دائماً كما تنقصد سيده ولو يبعثنا كثير من أطلقه ولحتم تنفع ذلك لن نفع ذلك أخير من قلات م reinsيسر أنه الخطوة والأرسية كان من حقوقات مقابلات على المشكلة في حقوقات موقعات موقعات من ثلاثة قرصة قرصة ، فهي قرصت على ثلاثة حقوقات ويقضوا على مقابلات ويقضوا على مقابلات أولاً يبدو بالنسبة لما يحدث الى التوحفة ومن الآن قرصت على أنه قرصت تعتقد أنه ليس فقط لي التعالي بإمكانهم there are people that lost a comrade a real friend through and i felt that i could approach you then and you've given me a lot of your time since then and it's an honor to speak to you i never thought about sherry and now i know that's the answer yes indeed one last word sure the people who killed muhammad okay and we can get an idea of who are these people by simply looking at the qualities of muhammad look at the qualities of muhammad those who killed him they are the antipode of muhammad you